بعد أن ألغيت السنة الماضية يعود الأربعاء تلميذ السنة الخامسة ابتدائي لإجراء امتحانات الشهادة في ظروف صحية مريحة بالمقارنة مع السنة الماضية تلقينا صعوبة في الديبيضاني كما كانت قاعدة شوية ريبة بارتكو على العام اللي فاتلولاد مقراش من الكوفيد ومشاكل صحية هذه البلد وعلى مستوى للوطن ومستوى للعالم البروتوكول الصحي مطبق والحمد لله كما توصي به اللجنة التقنية لمتابعة الوباء الأولياء على استعداد في ولاية ميلا هيأت مديرية التربية كافة الإجراءات لإنجاح العملية بتخصيص 307 مراكز لإجراء الامتحان مع تدابير أمنية وصحية جادة 181272 مترشح جميع التحضيرات في النسبة المتعلقة ببروتوكول الصحي أو الأمني كلها تم تحضيرها بشكل جيد تتوفر ولاية ميلا على مركز التصحيح واللي تواجد بمتوسط البلشير الإبراهيمي واللي رح يفتح يوم من 7 إلى يوم 17 جوان 2021 هو 21 اشتغلت اللجنة الصحية والتربوية على اتخاذ الاحتياطات الاستباقية وذلك قصد حماية السلامة الصحية والظروف التعليمية لنجاح التلاميذ ترجمة نانسي قنقر